موسيقى 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 الاستاذ سبكيس كرم الراجع من لبنان بعد رحلة قصيري شو بديو يخبرنا عن رحلته عوطن والام وشو بديو يخبرنا عن اصدار كتابه الجديد يوسف باك كرم امير الابطال كمان شو بديو يخبرنا عن توقيع الكتاب وعن افتتاح مدحف يوسف باك كرم بصغرطة استاذ سبكيس اهلا وسهلا فيك بترفيزيان الغربة مرسي فيك رحل يعني قابلناك احنا من شهر تقريبا شهرين وعندنا حالنا انك ترجع وتخبرنا شو رح يصير بلبنان من ناحية افتتاح مدحف يوسف باك كرم اللي رح حضرت الافتتاح ونحنا منزلنا صور كتير عنه شو بتخبرنا عن الافتتاح اول شغلة بقول انه لما بتزور لبنان وبترجع حياتك بتنتعش دمك بينتعش حامل معي سلام من لبنان ومن صغرطة لكل الجالي اللبنانيه هون باستروليا يعني محبتهم وتقديرهم للجالي شي كتير كبير وكتير حلو الفترة اللي قضيتها مع عنا كانت قصيري كانت حوالي العشرة ايام بس كانت كتير حافلة وكتير اشعرت بمحبة بالفعل بمحبة ابناء زغرتة الزاوية وابناء لبنان اللي فين يقولوا الله يحميهم هي سيد زغرتة تحميهم وتخليهم لانه بالفعل هن شريان هيدا اللي بيعطينا الحيوية متل ما حكينا بالقبل شفنا كتير ناس وكتير ناس همى لبنان وقلبى على لبنان وعم تشتغل انه تطور قد ما فيها لان تتسد الفراغ الموجود لانه متل ما منعرف المؤسسات الدولة مش عم تقدر تقوم بواجباتة في كتير عنا جمعيات مدنية وعنا شباب هاني انا بحيي حركة شباب زغرتة الزاوية يلي تعرفت عليهم وشفت فيهم انه القاصم المشترك هو محبة زغرتة واكبر مثال على هالشي انه من كم يوم نزلوا على حي السيدة حي سيدة زغرتة القضيم وبلشوا يزبطوا بالبيوت هن بيديهم ومن يجيبهم وهو منقلهم الله يعطيهم ايه عم يزبطوا البيوت كلها كيف اه مثلا في محلات عم يشيلوا التليس يرجعوا يردوا الحجر القضيم هدا بالقرب من المتحف هدا حد متحف يسباك كرامة وحد كنيسة سيدة زغرتة يعني الحي القضيم لزغرتة يعني زغرتة القضيمة مشروع كتير كيم ومهم ونحنا منحييهم ويراد فينا نكون معهم حتى نساعدهم بالتظبيط وبالشغل ده يد مين شفت هوني؟ خلينا نبلش بالقضيمة يعني ايامك قالي ليه بس قدمة فيك بنتذكتوا اول اشي بدي بالفعل حي من كل قلبي واشكر من كل قلبي الادباء الكبار الاستاذ انطوان الاول الاستاذ محسن ادمون يمين الاستاذ روبير فرانجية الاستاذ اسعد المكاري بناء خاص لانه هن يحكيوا بحفلة طوقية وكتير اهتموا انه يشاركونا بها المناسبة السوقفية التاريخية المهمة كمان شفت عدة كتاب وشعرة صعدين نتمنى لهم دايما انه يتقلكوا منهم هن الشاعر جوزيف الحراء الكاتب روي العراجي الشاعر نعمان الترس ما راح فيني اتذكر كل الاسماء من السياسيين من الرجال السياسي من الرجال السياسي من الرجال السياسي شفنا تقريبا كل سياسي زهارة السياسي وكترين نايلة معوض الرئيسي مشيل باك معوض شفت توني باك فرانجي وخيو باسيل شفنا ناب إصطفان الدوايهي الأستاذ زياد المكاري أستاذ يوسف الدوايهي الخوري إصطفان فرانجي الآنسي بالفعل هي ست جمال وزاق لان سي ريتا بنت الوزير سليم باك كرم يلي بنشكرها كمان كانت موجودة معنا بحفل الطوقية وهي رئيسة مؤسسة يسباك كرم بصغرتها وكتير مهتمة بتراث يسباك كرم. ما بعرف اذا نسيت حدا بس. منسيت مع حدا من باك كرم ست ريتا عالروس يعني. الوزير سليم باك كرم ما سمحت للظروف شوفه كان مسافر باكترية الوقت اللي انا كنت موجود فيه. وما سمحت الظروف بس سليم باك هو بالقلب يعني. هو خينا واهلنا وزعيمنا وكل شي. واسعد باك كرم ما شفته? اي شفنا اسعد باك اي شفنا يوسف باك كرم صغير ابن اسعد باك كتير شاب خلوق ومحب وشاركنا كمان بحفل الطوقية. يعني كتير كتير هونيكي عن جد فيه شباب طالعة بتحب بلادها بتحب المختاربين بتحب التواصل احنا وياهن. وانشان الله احنا بنقدر نبني عه الشي اللي انا شفته هونيكي ودل على تواصل معهم. شفنا اكيد حبيب قلبنا الشيخ جواد بوروس يعني. الشيخ جواد ايجي على حفل الطوقية وشفناه بيهدت مناسبات. عن حفلة الطوقية تقريبا كم الكتاب واقعت. تنشوف الفرق بين هونيكي. يعني في اهتمام بالكتب هونيكي ولا كم الكتاب كونه عن يوسف باك كرم عن بطل لبنان اخد اهمية يعني اكتريت الناس بتجي من انطلوعة من محبتها ليوسف باك. وحفلة طوقية كان كتير في حضور والعالم عطول كانت عم تجي من الساعة اربعة لحديث ساعة ثمانية الا ربع. يعني ما وقفت قمضي الكتاب اللي وقت حكينا حوالي نص ساعة كان في كلمات. وردت الفعل بالنسبة لمحتوى الكتاب من الناس الكتاب كانت كتير ممتازة وجيدة. واكيد هلأ بكرة بنسمع رأيك استيش شرب لانه بهمني كتير رأيك انا بمضمونة. هلأ اندي بدأت توقع الكتاب بإسترانيا. إذا الله رود عينا بأربعة شهر جاية اربعة قاب. بالبيت الصغر تقوي الساعة اربعة بيكون يوم احد. وهو موجه دعوة عامة لكل جالي انه تحضر هالمناسبة. وانا هوني بذكر كمان انه حتى بصغرتها بتحفل الطوقية. انا ما وديت دعوات خاصة لحدا ابدا 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 يعني انا وديت دعوة عامة. ووقت قلت كلمتي بالافتتاحية تبع بات يوسباك. وجهت كمان دعوة عامة. وكان الحضور كتير جيد. يعني كتير جيد حتى كمسؤولين بيطوع الكتاب وكشعب. سنر ساكيس عشر تهيام اكيد بيكون خد فكرة عن لبنان. نعم. كيف الاوضاع الايضاء؟ بني حابس اراحه. يعني للقات اول شي ما ما في جزوم نرجع نكرر ع جمال لبنان. جمال لبنان. خلينا بلد جمال. بلد جمال. انا بقلك عنا شعب. عنا شعب اه قوي. وشعب صامد. وشعب عم يتحدى كل المؤامرات والصعوبات وال والعرائيل والعذاب حتى يضلوا باقي بارضه. اه شعب حي. شعب عنده روح المحبة. عنده روح الالتزام بارضه بوطنه. هيدا اللي شفته ما بدي حكي عن المسؤولين عن السياسية. ما شفت فيه ريحة حرب طائفية بدي تصير او شي لا سمح الله. لا لا ما شفت فيه روحة طائفية. الشعب بيعطي ادواعي وما حدا بدي يحارب. في كم واحد اه يعني بيعطي ادعم عم بنتهي دورهم بدون ما نسمع. انا بستي الساكيس انت نسرت ع طرابلس. اه لا ما كان عندي شغل بطرابلس بس طرابلس اه مدينة غالية علينا كتير. ونحنا تاريخيا اصغرتها بطرابلس. اه في علاقات كتير كتير اخوية وكتير امهمة. وشعبنا بطرابلس لما بيعاني نحنا منعاني كمان. بس ما كان عندي شغل بطرابلس. بس بواقع هوني بقول ان شاء الله بعمل السلام والاستقرار بطرابلس. وترجع ع طرابلس الازدهار وطرابلس الاخوة والتعايش. اسألناك بالاول انه شجنك خبرنا. عن المتحف يسباك كرم. بس اختك محبتك للناس اللي كانوا اسكرتهم. ما اسكرت لنا شيء عن المتحف. شو دا خبرنا عن المتحف. المتحف. البناء. المتحف. المتحف. المتحف عمل رائع جدا. يعني ما بقدر اوصفه بالكلمات. ما بقدر عبر عن عن الشعور يلي بتحس فيه وقتها انت بتشوف المتحف اللي كان من الخارج واللي كان من الداخل واللي كان لما بتشوف التمثال الجديد اللي اللي بالباحة. هوني العمل الجبار اللي عملوه بيت الطبيش. اه وبينعخص الاستاذ السيد محسن الطبيش. وخيه سيد وخيه بترس. اه شغلة بالفعل بتعجز عنا بتعجز عنا المؤسسات الكبيرة. من عملت شغلة هيك عشوائية. بتشوف الهندسة هندسة متل ملازم. الاضاءة متل ملازم. محتويات المتحف متل ملازم. اه شغلة رائية للاخر. اده تبرو تقريبا انه اده بده وقت تتبرمو المتحف. اذا بدك تبرمو وتتفرج مزبوط وتشوف كل الوصائق والصور والتحف والامور الموجودة فيه. على القليل يبداكش ساعتان. يعني عم تحكي انت فيه ثلاثة طوابق. اه ثلاثة طوابق عقد. بعدين في اخر طابق محل قاوضة نوم يوسف بي. غرفة نومه وبرج المراقب يلي كان يشوف المنطقة كلها منه فوق. اه شي بالفعل. اه مشا الله بكرة حضرتك بتروحوا بتشوفوا. مشا الله كل المختربين بيروحوا وشوفوه. لانه شوفوه. اه يعني الحكي مش متل شوفوه. اه الكتاب اللي وقعتوا عنيه. اه بعتوا? يعني كان له الثمن للأرض? اولا الك اولا. اعوز بالله ابدا احنا اه اول شي يوسف باك كرم اه هو مثالنا الاعلى هو رجل الايم والمبادئ والتطحية. احنا مش مش كتير اذا قدمنا كتاب كندر لها الانسان المؤمن. وجزء بسيط يعني بالمقارنة اذا بدك تشوف شو عمله بات الطبيش شو حطو اه في سبيل انه يرجعوا يعمروا عمارة بات يوسف باك ويحاولوها لمتحف. اذا بتحكي بالشي اللي عمله العصامي الكبير اه ادمون المؤسسة يوسف باك كرم. نحنا هادا جزء بسيط انه اعمل انا هادا الكتاب. هلأ الكتاب موجود بالمتحف يعني دي هو الصعوب بالمتحف? نعم. نعم بقي اه اسم اكتركت اسم كبير هونيك وكل انسان بيزور المتحف اه بين هادا كتاب. وكمان على فكرة انا طوقيع الكتاب هون بيسدني بارب عقاب. كمان يتوزع الكتاب اه تحية محبة لبطل لبنان. انا يمكن ما بحب استعمل كلمة مجانا. اه. خلينا ايفاموها. ايه مجانا بس هو 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 شي معنوي شي معنوي كتير كبير. ما قيله تمن يعني. معنوي وادبي وتاريخي. شكرا. يوسف باك كرم مش ملك يا سبكيز. لا ابدا. اسمه بقى اللبنان. ولا مرة انا بقى امن بيوسف باك انه بيخص فئة او عائلة اولا مرة. انا يوسف باك كرم بقى امن فيه رجل البطولي والفكر والانسانية والرؤية والانسان الكاتب المفكر يلي بعد ما اخذ حقه. انا هدا هو عندي يوسف باك كرم. طيب حكيت عن جسمان يوسف باك كرم. نعم. طيب الجسمان الحب المدحف ولا لا. لا الجسمان متل ما حكينا بالماضي كان بكنيسة بكنيسة مرجرس باهدين. ايوه انا سيف وهمي. نعم. ومن بعد مية وثلاثة وعشرين سنة نزلو على مستشفى سيدة زغارتا حتى يتم ترميم الجسمان من قبل فريق ايطالي بايادة البروفيسور لويتشي كاباسو يلي هو عم يشتغل على الجسمان. ورح يرجع الجسمان لمحله بكنيسة مرجرس باهدين. لا ما بيرجع المتحف. بيكون مربح للمتحف. لا الجسمان غير موضوع. الجسمان بيرجع محل مكان بيرجع الكنيسة بيرجع حسب وسيط بطل لبنان. اه. وهلا عم تتحدر الكنيسة مشان ترجع تستقبل الجسمان. وانا هوني اه بشكر ابونا قصدفان فرنجية. يلي سمح لي ان يشوفوا الجسمان. شفتوا الجسمان بالمستشفى؟ شفتوا بمستشفى سيدة زغارتا. وبعت قد هو السبب اللي خلاني يشوفوا. انو حتى كل المختربين تاخد فكرة عن شو عم بينعمل الجسمان. صور هلا الترميم بالمراحل الاخيرة من 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 المشروع. ويوسف باك البطل لابس بدلته جديدة. انا حطت عنا. نعم. صارنا عنا هون. وجه ورجع كلشي كلشي بعد ما شيله رطوبة من جسمه. كلشي رجع عادي طبيعي. بقلك الاحساس بتعجز عنه الكلمات انك لمن انتي بتشوفه. لمن بتشوف جسمانه. لمن بتلمش جسمانه. في خشوع. في ايمان. وفي عن فوان. بستاذ ساركيس. رجعت عالجربة. شو حاسس هلا من بعد كم يوم رجع من لبنان. هيقلوا صوتك ريح. لبنان عطاك الرشح. بس الرشح اه. عش ما بيعطيني لبنان حلو منه. شو حاسس حاسس اني حابب ارجع. ان اشتقتله. انو ما في خاف. متل ما بيقولوا في خاف لا تسفروا لا تروحوا. ما في خاف ابدا. شعبنا هونيك بيحنيك بعيونه. بيعملك شي ما بينعمل. بالرغم من كل الصعوبات الموجودة هوني. شعب بيحب الحياة و بحب يعيش و بحب اهليته و بحب جيرانه و بحب وطنه. ستاس ساركيس بيجد ارجينا غلاف كتير ترفعه انا عند راسك تارينات. ايه. هدا هدا الغلاف الاولاني. الغلاف من ورا نفس الشيء بالانجليزي. هدا الغلاف بالعراري. بالعراري. يلي انا استعملت صورة حقيقية اصلية ليوسف باك. يوسف باك كرم امير الابطال. صح. وهيدا الغلاف اه بالانجليزي كمير صورة مزبوط. ليوسف باك. ستاس ساركيس لاش ربعت اسمك? ساركيس حنة شاهين كرم. في غير ساركيس حنة كرم في غيرك يعني تعملت اسمك اربع. ايه فيه 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 تلات او اربع اشخاص اسمه ساركيس كرم بقى حبات انه الناس تعرف مين. وبعدها لما بسكر اسم بي حنة شاهين كرم الناس بتترحم عليهم. متل ما انا هادي الكتاب لولدتي زكية طبيش امو بوس. الناس بتترحم عليهم. يرحم موتك. بعدين شاهين كمان هو جدنا اسم جدنا شاهين يلي استشهد بالالف تمامية واربعين بالمعركة يضد الجيش العسماني. مع يوسف باك كرم كان? كان مع اهالي صغارة من رفضوا انه يجي الجيش العسماني يشلح اهالي صغارة تسليحهم. وصارت معركة كبيرة وكان هو من بين سبع اشخاص استشهدوا بمجلية كمان. ايه بموقف مجلية. بالمعركة. استرسكيس شو بتدكينا مسألك ومسألنا كيف هالدردش السريعة؟ بالفعل تقريبا غطينا كل شي. بس انا بحب هوني شجع كل الشبيبة اللبنانية وكل الجالي اللبنانية انه دايما تزور لبنان. وتزور دياعة ومدنها وبلداتها. لانه كل ما منروح لهونيك اهلنا بينتعشوا اهلنا ومن ساهم نحنا بنوعا منه بالحركة الاقتصادية لبلدنا يلي اه بعد الدول اللي بصيروا بدن يقاطعوا بلدنا لسبب من الاسباب. نحنا المختربين فينا نعوض عن هادا عن هادا المقاطعة. وفيني قلك شغلي زيارتنا للبنان نحنا بتساعدنا نحنا حتى ترجع تضب هادا الحيوية فينا. حيوية البطلين حيوية اللبنان. بالفعل هوني برجع بكرر بشجع كل الشبيبة وكل الجاليات اللبنانية بكل عالم الانتشار انها تزور لبنان وتزور ضياعها وتشوف هونيك يتلمس بايدها ارض الاضاسة وارض الصقوفة وارض الايمان يلي ما حدا بيقدر عليها. استير ساركيس نحنا بنشكرك عليكم. مرسي خليك. اشتركوا في القناة